لين تعرف على الجالية المصرية في سلطنة عمان؟ يمكن يعني مش مشهورة مثلاً زي الجالية المصرية في الكويت في السعودية صح اتعدادكم ايه؟ اهم الوظائف عندنا مصريين مش تعلونهم اكاديميين عمال في سلك التدريس في أطباء يعني عرفينا كده على الجالية المصرية في سلطنة عمان الحقيقة انه الجالية المصرية العدد لا يقل عن 80 ألف مواطن مصري في سلطنة عمان طيب 80 ألف ده عدد مش هين مش بسيط طبعاً وعلى فكرة هو من كل الفئات والحمد لله في أطباء ما شاء الله أطباء ومدرسين جامعة ومهندسين وفئات العمال كمان بكل الفئات موجودين المصريين في سلطنة عمان بيقودوا ازاي وبيجتمعوا ازاي؟ اكيد في السفارة المصرية في نادي الجالية المصرية النادي الاجتماعي في ناس بتجتمع كده في ناس بتجتمع بيعرفوا بعض وبيتقابلوا لا جالية المصرية سابتة نفسها بس أنا سعيدة على فكرة إننا بدأنا نركز حضرتك قلت إيه جاليات في بعض الدول معروفة أكتر عن عمان أنا سعيدة جداً إننا في الانتخابات الرئاسية دي بقى اسم سلطنة عمان والمصريين اللي في سلطنة عمان بقى بيتردد كتير وده على فكرة حاجة مخلييني بالرغم من إنه ليه ظروف صحية ولكن مش بمتنع أبداً على إنه أتواجد لإنه اسم المصريين في سلطنة عمان متردد كتير وده خلينا كده حاسين بالفخر إنه إحنا بقى الناس مركزين معنا الأول لما كنا نقول في سلطنة عمان هو فيه مصريين في سلطنة عمان صح؟ ده حقيقي كتير قوي كانوا يقول لنا هو فيه مصريين في سلطنة عمان هل بقى نقولي 80 ألف درقم يعني مفاجأة بالنسبة لي درقم على فكرة مش قليل واسمحوا لي دايما نقول إن الأرقام بتقارن بعدد التعداد السكاني للبلد اللي موجودة فيها عشان نقدر نحدد يعني الكثافة والتواجد بتاع الجالية صح ده حقيقي إحنا لبلد زي عمان إننا نقول 80 ألف لا يقل عن 80 ألف مواطن مصري لا على فكرة ده عدد كبير بالنسبة للسلطنة واسمحوا لي أني أوجه الشكر لسلطنة عمان أهلها وناسها وقيادتها الحكيمة لأنه إحنا عيشنا فيها شعب مسالم شعب مسقف جدا دولة فاعل ومنتج فاعل ومنتج وهو شغال على نفسه على فكرة بسموها سويسرة العرم نعم ده حقيقي محيدة حكيم العرب الله يرحمه وجلالة السلطان كابوس وجلالة السلطان هيسمى الآن يعني هو كان معروف عنه أنه حكيم العرب فهو فعلا ده حقيقي يكفي أن أنت عايشة في دولة كل واحد بيدخلش في ما لا يعنيه أيها المترجمات لكي ترجمة نانسي قنقر